بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم في كل وقت وحين اللهم آمين أهلا ومرحبا بكل مشاهدين الكرام مشاهدي قناتنا قناة أون الفضائية ومشاهدي قناة القناة الأولى المصرية ومشاهدي الفضائية المصرية وسائر مشاهدين الكرام في كل مكان وإحنا النهاردة مع حضرتكم في اليوم الخامس وهو الحلقة الأسبوعية اللي احنا مخصصينها للرد على أسئلة حضرتكم احنا بنلتقي وحضرتكم من السبت إلى الأربعاء من السبت إلى السلساء بنكون في رحاب التفسير الموضوعي لصور القرآن الكريم وبناخد أسئلة حضرتكم على الهواء جاهدين يعني قدر الطاقة بنحاول نجاوب على أغلبها في ذات الحلقة ويوم الأربع مخصصينه للرد على أسئلة حضرتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة مع الدكتورة نادي عمارة ده اسم صفحتنا بنستقبل عليها الأسئلة بنرد في اليوم المخصص للرد على الأسئلة وبنعرض كمان النهاردة مع حضرتكم فقرتنا المباركة فقرة كتاب قلوب عامرة برواية حفصنا عن عاصم بقصر المنفصل ونبدأ النهاردة مع حضرتكم في أول سؤال معانا من الأسئلة اللي بتفد على الصفحة الرسمية سؤال بيقول هل يجوز الأب أو هل يجوز للأب كتب أنه يكتب قطع من الأرض لبناته وهو على قيد الحياة المقرر شرعا أنه هناك فارق ما بين الميراث والتصرف حال الحياة الميراث بيكون بعد الموت أنه الإنسان خلاص بيتوفى وبتقول التركة بتاعته إلى الورثة اللي حيكون ورثة لما كان يملك أثناء حياته فبموته صارت تركة ترك أملاكه للورثة أما التصرف بأحال الحياة ده هو من باب الهدية من باب الهبة من باب العطية البر الإحسان ده موضوع تاني خالص ومن المعلوم والمقرر أيضا أنه يجوز للإنسان أنه يتصرف فيما يملك حال حياته من غير ما ياخد موافقة من حد فيعطي من شاء ما شاء لكن طبعا عايزين ننبه على أنه يعمل الكلام ده من غير ما هو يقصد أو ينوي حرمان حد من الورثة بجانب أنه لو أضيف لده بردو أن أنا عايزة دي عطيه أو هذه الحد من أولادي لسبب معتبر شرعاً زي مثلاً الإحسان إلى من أحسن إليه وطبعاً مراعاة ما يكون عليه من وهب له بعد موته زي مثلاً لما نقول أنه عايز يأمن للبنات زي ما نقول حضور معنا التأمين في حياة أنه يعايز يأمن للبنات وضعهم عنده بنت مثلاً حالها رقيق جداً ومحتاجة مساعدة فهو شايف أنه عايز تديها حاجة تقدر أنها تسندها في الحياة في حتى وفي حياته وبعد انتقالة شايف أن أخرى محتاجة مثلاً علاج فبيديها عشان فهناك أسباب معتبرة لهذا الواهب الذي يريد أن يهب أحداً من أبنائه شيئاً على حال حياته فطبعاً ده بيكون أدعى إلى المشروعية والجواز واللي عليه الفتوى إنه في ديارنا إنه بيستحب للإنسان التسوية في العطاء بين أولاده حال حياة وأنا النهاردة عايز أدي لأولادي شيء فحدي سين وصاد ودال المستحب إن أنا أساوي بين سين وصاد ودال أو بين أولادي اديت ده شقة جيب لده شقة وجيب لده شقة الأفضل لأنه هذا هو المستحب وذلك لما ورد في الأثر مش لازم يعني شقة بعينها إن أنا عايزة أدي عطي يمال دهب أرض عقار أي شيء أو إن أنا أراضيهم كل واحد بما يحتاج مش لازم تبقى العين الموهوبة إنه التلاتة يكونوا شبه بعض بس أعطي كل من أولادي ما يريد فأعدل في مبدأ العطاء كل بما يريد وكل بما يحتاج وده لما ورد في الأثر عشان كده بنقول إنه ده على الاستحباب التسوية بين الأولاد لما ورد في الأثر من حديث ابن عباسة رضي الله عنهما إن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال معلما ساووا بين أولادكم في العطية ويعني لما تجوا تدوا لولادكم حاجة سووا ما بينهم ولو كنت مؤثرا أحدا لو كنت عايز أفضل يعني حد من ولادي لو عندي ذكور وإناز شوف النبي يقول ولو كنت مؤثرا أحدا لأثرت النساء على الرجال يعني لو أنا حتى عايز أميز شوية فأميز البنات عكس اللي الناس بتعملوا في أرض الواقع إنه هو بيحرموا البنات ويدوا الذكور لا دا النبي عيسى أتسان بقول لا يعني لو عايز أميز شوية حد من الولاد عندي ذكور وإناز أؤثر إن أنا أفضلت النساء على الرجال إذن التسوية بين الأولاد حال حياة الأب أو الأم مستحبة فقط وليست واجبة على ما عليه الفتوى وبناء على ما فهمه من النصوص الشرعية وبناء على ما ذكرنا فما يريد الوالد الكريم فعله حال حياته يعد من إيه؟ يعد من باب الهبة والعطية وليس توزيعاً للميراث وإنه هو أمر جائز ومشروع وفق ما يراه المعطي من المصلحة ومراعاة إيه الأحوال الموهوب ليهم هذه العطاية أو الهدايا التي أراد أن يهبها هذا الوالد على حال حياته والله تعالى أعلى وأعلم ناخد السؤال الثاني اللي معانا والدتي سن ست مسنة لا تقدر على الحركة إلا بمساعدة أحد منا وتريد أن تصلي ولكن الوضوء متعب بالنسبة لها ولا تستطيع الوضوء بمفردها وكل منا في عمله ولا نريد وهي لا تريد أن تقطع الصلاة فماذا تفعل؟ وجزاكم الله خير وجزاكم كذلك إحنا لابد قبل وإحنا بنجاوب أن نقرر مجموعة من الأمور المهمة أول شيء مهم بنقوله القاعدة الأساسية إن الطهارة من الحدث شرط للصلاة يعني اللي انتقد وضوءه لازم يتوضى عشان يعرف يصلي يعني لابد من الوضوء قبل الدخول في الصلاة الطهارة دي بالوضوء وذكرنا الوضوء لأن الوضوء هو الأصل ما لم يكن هناك عذر يمنع منه ده رقم واحد الأساس المسألة التانية المهمة إن التكاليف الشرعية معلقة على الاستطاعة لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعته وقال المولى سبحانه وتعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج يبقى أنت فيه تكاليف كتير جدا أنت مأمور بيها الإنسان مش على طول سليم والإنسان مش على طول شاب قوي والإنسان مش على طول كهل مرة طفل مرة شاب مرة طاعن في السن مرة سليم مرة مريض عشان كده الوحي الشريف أقر هذه القواعد المهمة إنه فاتقوا الله ما استطعته وما أخبرنا به النبي عليه الصلاة والسلام إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا إذا أمرتكم إن فيه شيء ده ما تجوش نحيته اوعوا تقربوا منه وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ليه؟ لأنه خلق الإنسان ضعيفة وبتمر عليه أطوار وأحوال كتير جدا أنا نهار ده سليم أنا بكرة عيان أنا بكرة جزء مني سليم وجزء عيان فبتدوري التكاليف معي حسب قدرتي واستطعتي وده رحمة ربانية بالإنسان فإذا تحقق العزر وحدث ما يمنع الإنسان إنه يقدر يقوم بالتكاليف زي ما ربنا أمره إنه يقوم بيها هنا بتجيني إيه؟ بتأتي يأتي التخفيف ما عليه الفتوى إنه عند تعذر الوضوء وتعذر إنه نقدر استعمل الميا مش حعرف أتوضع ومش حعرف أستعمل الميا عندي عذر ما يعني عذر في استعمال الميا في الوضوء أو الميا موجودة لكن ما فيش حد موجود يناولني الميا زي صاحبة السؤال اللي بيسأل لولدته في الحالة دي فإنه يجوز للإنسان التيمم فيقوم التيمم بإنك تقدم أقول كده لولدتي يا أمي عشان وإحنا مش موجودين تقدمي نية التيمم في حل ما إحنا في الشغل الغيط مثلا ما نرجع لك وحنقول إزاي هي تتيمم ثم يسمي الله تعالى هي حتقول لها تقدم النية تعلم تذكرها وتقول لها تسمي الله بسم الله وبعد كده بضرب بيدي التراب مش بضرب عشان أملى إيدي تراب الأصل إن أنا بضرب بإيدي التراب وبعدين بمسح بمسح وشي بمسح وجهي وبعد كده ضربة تانية بمسح إيدي إلى الرسغين بمسح إيدي ده المسح للرسغين دول وجوب يعني لازم يتعمله وإلى المرفقين دولة استحباب عملتهم 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 مش حلس يبقى ضربة أمسح وجهي وأخرى أمسح يدي إلى الرسغين ده وجوب عشان يتم التيمم سليم زودت بقى إلى المرفقين يبقى ده استحبابا من باب الفضل ويصح التيمم بيئة تراب الطاهر في أي مكان ولو كان حائط مثلا بالنسبة للمرضى أو كرسي اللي فيه عالق فيه مثلا إيه شيء من التراب ممكن زي ما الفقهاء قالوا ممكن كمان يكون فيه إناء يعني أنت قبل ما تنزلوا الشغل تجيبوا زي إناء كده تحطوا فيه تراب نظيف طاهر أو زلطة كبيرة أو مجموعة من الزلطة يعني شيء من الأرض أو قطعة رخام زي ما ذكر ده المالكية لأنه ده من الأرض بحطها أحط التراب أحط الزلط ده أو الزلطة دي أو القطعة من الرخام جنب والدتي تتيمم عليها تقدم نية التيمم تسمي ضربتين ضربة للوجه وضربة للكافين إلى الرسغين وجوباً وإلى المرفقين استحباباً وحرجع أكد إن المقصود بالضرب على الصعيد الطاهر اللي هو التراب الطاهر على الأرض الطاهرة على أي ليس عشان يعني ليس علوق شيء به لكن عشان إحنا بنحقق بس الحال الذي ورد عن النبي عيسى والسلام حينما نريد إن إحنا نتيمم ولازم نبقى عارفين إنه لا يصلى بالتيمم إلا فرد واحد بس يعني ما عدش متيممة كده مثلاً لو أنا تيممت لفرد الظهر الولدة الكريمة تيممت لفرد الظهر لما عندهاش حد يناولها مياه وهي قاعدة لوحدة بتقدرش تتحرك لوحدة بحط لها التراب جنبها الزلطة دي كبيرة ولا حتة رخمة تضرب عليها وتتيمم حتصلي ما تقولش مثلاً أعود بالتيمم لغاية العصر لكن ينفع إنها تصلي الظهر وتجمع معاه العصر إذا أرادت ذلك يعني لا تنتظر بالتيمم دخول الفرد التاني إنما حتتيمم بقى لو هي عايزة تصلي العصر في الوقت بتاعه لما يدخل وقت العصر تتيمم تجدد التيمم عند دخول الفرد الجديد اللي بنصح به إحنا بنقدم الوضوء عند القدرة ولا مانع في هذه الحالة من إحنا نجمع الصلوات من دون طبعاً قصر لأن هي الستة مريضة فتقدر تصلي الظهر والعصر جمع تقديم أو جمع تأخير والمغرب والعشاء جمع تقديم أو جمع تأخير يعني تصلي في وقت ما يرفع أذان الظهر وهي توضطوها في مكانها أو هي تيممت لو حد مش موجود معاها فحتصلي الظهر والعصر تقدر تصلي الظهر أربع ركعات وتسلم بعدين تصلي العصر أربع ركعات وتسلم أو عايزة تنتظر حد مثلاً ييجي فيوضيها في وقت العصر كما تشاء الميسر لها فتقوم تجمعهم حاجة اسمها جمع التأخير تيجي في وقت العصر تصلي الأربع ركعات وأربع ركعات تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم أو جمع تأخير فبنبتدي بالوضوء إحنا موجودين مثلاً الصبح ويعزة تصلي الصبح وهي في مكانها كده وضوها حد موجود معاها وضي ما فيش حد وهي لوحدها يعني تعذر عليها الوضوء فننتقل إلى التيمم ولكن يكون لكل فريضة تيمم خاص به مع وجود أو مع تحقق العذر يا صاحب السؤال ولما بنقول أن لكل فريضة تيمم يعني ما ينفعش تبقى هي تيممت تصلي الظهر وتنتظر بنفس التيمم لدخول العصر لا تقوم تجي بقى في وقت العصر تجدد التيمم لكن ينفع أنها تجمع وقت صلاة أنها تجمع ده مع ده جمع تقديم أو جمع تأخير بحسب المتاح لها وإحنا يعني فصلنا المسألة على قدر الطاقة ونسأل الله سبحانه وتعالى أنه تعانوا على بريها وتعان على القيام بالفرائد والأركان ونسأل الله سبحانه وتعالى دوام القبول هنستأذن حضرتكم في هذا الفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نستكمل الرد على أسئلة حضرتكم اللي بنتشرف باستقبلها على صفحتنا الصفحة الرسمية لبرنامج قلوب عامرة اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر اللهم اجعلنا مسلمين لك واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك إنك أنت التواب الرحيم اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام واحفظنا واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم آمين 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 أهلا وسهلا بالسيدة المشاهدين الكرام ما زلنا في الرد على أسئلة حضراتكم اللي منتشرف باستقباله على صفحتنا صفحة رسمية لبرنامج قلوب عامر مع الدكتورة نادية عمارة كان فيه سؤال هو جلنا الحقيقة على الهوى وإحنا أجلناه لحلقة المسجل الخاصة بتسجيل الرد على الأسئلة الخاصة بحضراتكم عشان ياخد وقته لأنه طبعا وقت الهوى شوية بيكون يعني قصير فإسئلك بتقول كيف نفهم قول الحق تبارك وتعالى في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء فهي عايزة تفهم يعني هو ده لي علاقة بأن إحنا مثلا بنتعامل مع النصارى بنتعامل مع أهل الكتاب إيه المقصود أنا عشان أفهم المقصود في فهم هذه الآية الكريمة لازم أتعامل مع القرآن الكريم أنه لما أجي أقرأه واستنبط الأحكام منه أقرأه كجملة واحدة كالجملة واحدة مش بيقرأ القرآن الكريم قراءة يعني مبتترة ولا قراءة مكتزأة بقطع كده الآية من سياقتها اللي قبل واللي بعد وكأني بقطع الآية كذلك أو الحكم في الآية من جملة السياق القرآني ده حيبقى مفهوش انضباط في الفهم كمان الشريعة الإسلامية هي كالجملة الواحدة لا ينقض بعضها بعض ودي مقدمة كاللابد أننا نبتدي بيها الكلام عشان نقدر نفهم إيه المقصود بالآية بخصوص هذه الآية الكريمة اللي ورد السؤال عنها إن المولى سبحانه وتعالى يقول يا إيها الذين أمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين عشان نفهم الآية الكريمة دي فهم صحيح لابد إن إحنا نفهمها في ضوء معنيين مهمين أول معنى إنه معنى الموالاه اللي هنا الممنوعة في الآية والمعنى التاني معنى التعايش اللي أباحته الشريعة الإسلامية وحست عليه طب يعني القرآن هيأمرنا بالشيء وضده طبعا شيء محال شيء محال لكن لما حقرأ القرآن الكريم وأكتزئ المعاني منه حشوف ده لكن لما أقرأ القرآن الكريم كالجملة الواحدة حشوف التناغم والتناسق بين المعاني القرآني هنرجع للمعنى الأول وهو معنى الموالاة في الآية الموالاة الممنوعة دي هنا اللي هي الموالاة في الدين الموالاة في الاعتقاد محبة ورغبة فيما هم عليه يعني إنك بتقف معاهم ضد المسلمين ظلما وعدوانا وميل وبعد عن المؤمنين وترائق المؤمنين فلا شك إن في ده الصورة دي صورة ممنوعة لما يترتب عليها من أمور كثيرة بيبين ده وبيشرح أكتر ما ورد في صورة المنتحن في صورة المنتحن يقول الله تعالى إنما ينهاكم الله ركز كده معانا في الآية الكريمة ويا صاحبة السؤال إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم ظالمون يعني الآية هنا واضحة اللي بيقاتلك ووقف ضدك وبيستنصر بيجيب كمان ناس تقف ضدك وتروح أنت تقف معا ضد المسلمين في غير حق ده كلام أكيد المولادة ممنوعة يعني المولادة كمان في وقت الأزواق الحروب ووقت النزاعات ووقت الزعزعة مما يؤكد يعني مما يؤكد على هذا الفهم ما أوردته كتب التفسير في سبب نزول هذه الآية إن الآية دي نزلت فيه رجلي قال أحدهما لصاحبه بعد واقعة أحد كانت زلزلت بقى المسلمين وإن حصل فيها يعني موقف كبير تعرض لؤ المسلمين فطبعا قال لك إحنا لازم بقى كل واحد مننا يسند نفسه مع حد قوي فواحد منهم قال لي التاني إيه أما أنا فإني ذاهب أولى ذلك اليهودي فأواليه وأتهود معه لعله ينفعني إذا وقع أمر أو حدث حادث لأن اللي حصل في أحد زلزل بعض النفوس الضعيفة وقال الرجل الآخر هكذا ورد في سبب النزول وأما أنا فإني ذاهب إلى فلان النصراني بالشام فأوليه وأتنصر معه فأنزل الله تعالى الآية الكريمة فهي جاية هنا المولاة والنصرة فإنك تظهر موافقتك على هذه الأمور أو تظهر موافقة على ما هم عليه من أمور معينة هي متعارضة معك لكن أنت بتتعايش معهم ده أمر تاني وهم يتعبدوا والتعيد عليهم والتتعامل معاهم وحدث ده وكان وارد في الزمن النبو الشريف يعني غير ده من المعاملات الإنسانية الطيبة لا يعد من المولاه الممنوع بل ده من البر والإحسان إلا حس عليه الشرع الشريف عشان كده برضو في نفس الصورة يقول الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين فجاب لك المعنيين إنه أنت النهاردة دل بتوليهم نس قاتلوكم وأخرجوكم من دياركم وجابوا كمان ناس يعني تكالبوا عليكم وتروح تقف معهم ضد المسلمين الأمر هنا واضح لكن لا ينهان الله عن ود ما نعاش معنا في سلم وأمن وأمان إن أنا أوده وأبره وإن أنا أعيد عليه في عيده وإن أنا نتواد ونتراحم ونتزور وكل شيء ده معنا وده معنا ده معنا في وقت قتال وحروب وفي وقت في زعزعة في حرب في عدم سلم وهناك وقت آخر وقت السلم لم يقاتلون ولم يخرجون من ديارنا ولم يسرقوا أرضنا ولم ينهبوا أموالنا وقت السلم وإحنا متعاشين بمودة ورحمة لم ينهانا الشرع الشريف بل أكد على أن نقدم معاني البر والرحمة والود وأنها تكون هي الأساس في هذا التعامل للإنسان ورد في سبب نزول هذه الآية الكريمة اللي هي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين يعني يحب أهل العدل والإحسان طالما الناس بتودنا والناس كويسة معنا إحنا كمان كويسين معه فيبقى أنا أفهم الآية دي في صياقها ده المعنى العام في القرآن إنه الود ده مطلوب مع من لم يقاتلنا ومن لم يسئ إلينا إنه أم السبب النزول اللي قيل فيه هذا إن أم السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق جاءت المدينة زائرة ابنتها أسماء وهي في الوقت ده أم ستين أسماء كانت لسه مشركة كانت في المدة اللي هي في المهادنة اللي كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كفار قريش بعد صلح الحديبية وهي المدة اللي نزلت فيها هذه السورة سورة الممتحنة فسألت ستين أسماء سدن النبي عليه الصلاة والسلام هي عرفة أن أمها مازالت على الشرك وهي مؤمنة فراحت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت أقصل أمي قال نعم صلي أمك وبناء على ما قدمنا فإن معنى المولاة في الآية هو ما كان على الوجه الممنوع كما سبق بيانه لا على جهة التعايش اللي حث عليها الشرع الشريف يا صاحبة السؤال هتسيب حضراتكم معه كتابنا كتاب قلوب عامرة واللي بننبه إلى أنه الرواية التي نقرأ بيها ونعلم على أساسها رواية حفصة عن عاصم بقصر المنفصل كتاب قلوب عامرة الفكرة الأساسية بتاعته إزاي نعلم الناس كيف يطلق القرآن الكريم بطريقة يسيرة مبسطة على الجميع إحنا بنعتمد في الأساس فعلاً على طريقة التلقين وده بيجي من خلال أنه بيقرأ فبيبقى فيه بعض الأخطاء فبنصحح الأخطاء ونذكر بيه القعدة طفل معاك إنت ده لما بيتحببه في الأمر بيستجيب بسرعة جميلة إن القرآن ميسر للذكر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين يا رب العالمين مرحباً بكل مشاهدينا الكرام في كتاب قلوب عامرة واليوم إن شاء الله هنختم تصحيح سورة النازعة يا مسهل إن شاء الله على وشكة والانتهاء من جزء عامة بإذن الله تعالى اللهم يسر ولا تعسر اللهم أمين يلا بينا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيام مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها كأنهم يرونها فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى لمن يرى لمن يرى فأما من تغى بص يا سرسورة أنت النون عندك هنا معليهاش تشكيل يبقى دي نون ساكنة ولا متحركة؟ ساكنة ساكنة، نون ساكنة يعني؟ مفيش فتحة، مفيش ضمة، مفيش كاسة معليهاش حاجة، هتلاقيها في المصحف قدامك نون من غير تشكيل وراها حرف من حروف الإخفاء الإخفاء، طب صوت اللي هعمله بتاع الإخفاء بياخد شكل الحرف ده لو رقيق يبقى رقيق، لو فخم يبقى فخم يبقى هنا فأما من تغى تاني فأما مش هيفعر القرآن وأنا قعد عملة كده يا سر لازم إيدي تبقى كده فأما من تغى جميل وآثر الحياة الدنيا يا لطيف فإن الجحيم هي المأوى يلا كمل يا آدم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ربنا يجعلنا من أهل الجنة، اللهم أمين يا شوشو، يلا يا شوشو الأناقة والجمال والرقة كلها شوشو يلا يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من تا فيما أنت من ذكراها يلا يا حني إلى ربك منتهاها إشباعي الإخفاء منتهاها منتهاها أنوسي أنا سأل نوسي القراءة تختم بقى أنت الختامه المسك إنما أنت منذر من يخشاها جميل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا لم يلبثوا إلا عتية أو بحاها أنت عارفة أنا مبسوطة من حاجة جميلة قوي النبر بتاعك تصوير المعنى فجبت لنا كده أجواء الساعة والناس اللي كانت بتنكر بقيام الساعة وشافت إن الدنيا دي كأنه قاعد ساعة فيها مش بقى العمرة الطويل اللي متهيق له إنه هو قاعد فيه عمرة طويل فأنت بتصور التصوير ده مهم النبر بتاعي فيه تكسيد المعنى مهم ليا وأنا بأحفظ وللي بيسمعني من تصوير المعنى ده شيء مهم جدا معناه أن أنت بتتفاعل وتنفعل بالقرآن فاهم بتقولي على أدك وكل شوية ما بترى كل ما بتزداد القرآن كل ما نخالطه بالحفظ وبالقراءة وبالتعلم كل يوم بتزيد عندي المعانى وبيتبني قدر من المعانى جميل في نفس الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم والذي يحفظ القرآن الكريم والذي لديه حرص على تعلم كيف يتلى القرآن الكريم امتثالا لأمر الله تعالى وردت للقرآن ترتيه صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا حسن تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا الله يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم لنا في الدنيا قرينا ويوم القيامة شفيع وعلى الصراط نورا وإلى جميع الخيرات دليلا وإماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين اللهم آمين يا رب العالمين أهلا وسهلا بكل مشاهدينا الكرام فيه آخر بقى سؤال معنا النهار ده ما الحكم بعد الدخول في الصلاة وحدث شيء يجبرني على الخروج من الصلاة مثل طرق باب الشقة مثلا هل أخرج من الصلاة بالتسليم وأرجع أبتدي الصلاة مرة أخرى الأصل المقرر أنه بعد الشروع في الصلاة يعني بعد الدخول فيها لا يجوز الخروج منها ده الأصل لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم بتديت عمل أكمله مش بتديت عمل أخرج منه وأفسد هذا العمل لكن السادة الفقهاء الكرام ذكروا بعض الحالات اللي يجوز بسببها أني أقطع الصلاة لاستنقص شيء يعني أو أن أنا أعمل حاجة معينة ضرورة يعني ده حيندرك تحت باب الضرورة أو الحاجة اللي تنزل منزلة الضرورة فقال الفقهاء وذكروا بأنه قطع الصلاة المفروضة جائز للأمور المهمة والمصالح المعتبرة التي لا يمكن تدركها وأنه أمر يكون جائز في بعض الأحوال سواء كانت المصالح دي مصالح دينية أو دنيوية بل قد يصل لذلك إلى حد الوجوب إذا تعلق أنك تطلع برا الصلاة إذا تعلق ده بإنقاذ غريق مثلا أنت مثلا بتصلي على شاطئ البحر وفي واحد بيغرق وإنت تقدر تستنقضه تجري على طول تمام؟ لأنه دي مصلحة إغاثة ملهوف حصل مصيبة في البيت حريقة أو شيء حتعد تكمل ولا حتخرج عشان يعني تقضي على هذا الأمر أو تسام في حل هذه المشكلة كل ده في الأمور الصعبة الجلل اللي تقتضي أنه الإنسان يقطع الصلاة من أجل أنه ينقذ طفل حيقع مصيبة يوقفها يلحقها حد بيغرق حد حيموت حد وقع جراله حاجة فدي أمور تندرج تحت زي ما ذكر الفقاء تحت الضرورات والحاجات التي تنزل منزلة الضرورات ده بخلاف ما لو كان الأمر اللي بيحصل أمر يسير أو أمر يمكن أن أنت تلحقه فتقدر أنك أنت تخفف الصلاة يعني حاجة ممكن تستنى شوية فتعمل إيه؟ لكن هي ملحة أنك لازم يعني إيه تستدرك فتعمل إيه تخفف الصلاة لكن ما تخرجش من الصلاة إذا كان الأمر ده أمر يسير فمجرد أن حد بيخبط باب الشقة ده لا يعد ضرورة ولا يعد عذر يبيح قطع الصلاة إنما تقدر في الحالة دي أو الأولى في هذه الحالة التخفيف في الصلاة لعشان تلحق أنك تفتح الباب للطارق لو بتسبح ثلاث تسبحات خليهم واحدة لو بتقرأ صورة بعد الفاتحة اقرأ فاتحة الكتاب فقط وهكذا بحيث أنك بتخفف الصلاة فتقدر تلحق اللي بيخبط على الباب لكن ما أقطعش الصلاة أما لو اضطرت لعذر شديد ضرورة ملحة لقطع الصلاة حد وقع حد طفل صغير هيئذي نفسه أو ما شابه ذلك لقطع الصلاة للعذر أو من الأعذار المعتبر اللي أشارنا إليها منذ قليل في الحالة دي أنا قطعت الصلاة مثلا من الركعة التانية على الإنسان في هذه الحالة أنه يرجع بقى يكبر ويدخل في الصلاة ويبتديها من جديد وما يبنيش على أنه صلى قبل كده ركع لا يبني على ما جاء به قبل ما ينفعش يبني على ما جاء به قبل القطع إنما يبتدي الصلاة من جديد وده بنقوله للي قطع الصلاة لضرورة ملحة كإنقاذ غريق أو إنقاذ طفل صغير أو إنقاذ من وقع أو ارتطم فحدث له شيء أو نشوب حريق أو مصيبة كارثة ما ينفعش إنه يكمل الصلاة فعليه أن يقطع الصلاة لإنقاذ من يريد أن ينقذ وبما فيها إنقاذ نفسه وهو من باب أولى وبعد كده يعمل إيه قطع الصلاة من ركعة الأولى من ركعة التانية من ركعة التالتة حيرجع بقى يبتدي الصلاة من جديد ده في حالة إذا ما قطع الصلاة لأمر ضروري أو حاجة ملحة يعني هنعتبرك إنها أو تعتبرك إنها كالضرورة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا والله تعالى أعلم وأعلم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي قيوم يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعم يا الله اللهم إنا نسألك بمحمد النبيك وإبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى نجيك وروحك وبتوراة موسى وإنجيل عيسى وزبور داود وفرقان محمد صلى الله عليه وسلم وبكل وحي أوحيته نسألك نسألك يا مولانا نصرا عزيزا نسألك يا مولانا فتحا مبينا نسألك يا مولانا عزا عظيما يا من بيده ملكوت كل شيء إنك على كل شيء قدير نسألك نسألك يا الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم ادفعنا كل الفتن والآفات واقضي لنا يا مولانا في الدنيا والآخرة جميع الحاجات ستر العرش مسمول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت عليه توكلت وهو رب العرش العظيم اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا يا الله يا أرحم الراحمين يا من كنت قبل كل شيء والمكون لكل شيء والكائن بعد كل شيء اللهم اجعل لغزة وفلسطين والسودان وسائر بلادنا فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا اللهم اجعل لنا ولهم فرجا ومخرجا بحق بحق ليس لها من دون الله كاشف بحق ليس لها من دون الله كاشف اللهم بحق ليس لها من دون الله كاشف اللهم اغفر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم أمين نستودعكم عناية الرحمن الرحيم